السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة سريعة من قناة مع بعضنا أنا عندي قطعة الخشب دي وعايز ألزأ فيها قطعة تانية هناك وضحت طبعا بالعين أن الخشبتين مش مطبعين على بعض يعني الخشبتين فيهم مشاكل في فرق فضيع بينهم ومستحيل هعرف أجمعهم زي مثلا أنا مجمع هنا الحتيتين دول الفرق صفر وملغي طبعا لو عندك رابو خلصت لكن لو ما فيش رابو فيه بقى حلول كتير جدا كنا قدمنا بعضها لكن النهاردة هقولكم على واحد عجيب شوية بس سهل وبيدي نتايج ممتازة هنستعمل قطعتين خشب صويرين هلزأ واحدة فوق وواحدة تحت ممكن طبعا بالمصامير أو بالأنضف استعمال التيب مع السوبر جلو براعي جدا أضم الخشبتين على قد مقدر وأنا بفرد التيب وكمان وأنا بلزأ الخشبها فوقهم تاني ملحوظة أني ما بخليش الخشب الصغيرة دي تعدي طرف الخشب اللي أنا عايز أزبطها ولا حتى بكملي بكمل بقى لزق الخشبتين كده الخشبتين اتحولوا لقطعة واحدة متمسكة برفع بقى السلاح ارتفاع مساوي تقريبا لنفس ارتفاع الخشبتين يعني أعلى بكم مل فقط أو نفس السوى أحسن أوعى ترفعه كتير لازم نفس الارتفاع أو أعلى هبابة بعد كده بقى بحرك الدليل بتاعي وزبطه بحيث يكون مكان السلاح في النص بالزبط بين الخشبتين خد وقتك خالص وزبط السلاح في مكانه واقفل بقى الدليل على كده نبدأ بقى القص ونمشي بالسلاح بين الخشبتين هيبدأ السلاح يأكل في الخشبتين يسويهم ويطبعهم على بعض بطريقة سحلبية دحلبية مسيرة للجدل طبعا نلتزم بوسائل الأمان وعصيان الدفع أثناء العمل مع منشار الطاقة تمام كده خلصنا ننزل بقى السلاح نفك الخشبتين ونشيرهم خالص بصوا يدوب السلاح علم فقط في الخشباء اللي كانت فوق عشان كده بقول ما نرفعش السلاح كتير نكمل فك نشوف بقى نتيجة ايه اللعب مطبعين على بعض وبقى أخوات توقع ملتصق اختفى الفرق ما بينهم حلوة جدا الحركة دي وحتسهل علينا الشغل يلا مش حاصيكم بعلاقيكم الشير وان شاء الله نتهيب على خير سلام عليكم